ليف سبور أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أثم أخبار الرياضة على الحياة أثم أهلا وسهلا بكم في ليف سبور البداية بينيئية كأس العالم قطر 2022 والمتخب المغربي بشيواجه اليوم مناظير الكرواتي في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث ولتنطلق بارتير ملاربعان طالعشية بتوقيت تونس وسطاد خليفة دولي بسافرة الحكام القطري عبد الرحمن الجسم في مواجهة يسعى فيها منتخب أصود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخي عربي وإفريقي كأول منتخب بشيسعد على مناسة التتويج في المونديال والتتويج بالميدالية البرونزية ونذكر أنه زوز منتخبات هذو كانوا تقابلوا في دور المجموعات للنسخة الحالية للمونديال في مباراة تحسمها لتعادل السلبي سفر مقابل سفر إذن هاو نعطيكم التشكيلة الأساسية للمتخب المغربي اللي بشتلعب مباراة اليوم في حراسة المرمى ياسين بونو في الدفاع أشرف حكيمي جاود اليميق عتيطال يحيا أشرف داري في الوسط سوفيان مرابط عز الدين أونيحي سليم أمليح وفي الهجوم نلقاو سوفيان بوفال يوسف النصيري وحكيم زيش نكمل مع المونديال والحدث المنتظر هو مقابل تلدور النهائي اللي بشتجمع بين المتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي غضو الربعة عمطة العشية في استاد لوسيل بسفرة الحكم البولوني سيمون مارتينيك بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني فأنه بش ينهي تحذيراته اليوم بإجراء آخر حصة تدريبية من جهة أخرى نجم منتخب تانجو ليونيل ميسي نشر تدوين أحسن بها الجدل القائم بخصوص جاهزيته للفنال واللي أكد رسميا أنه بش يكون حاضر لمواجهة فرنسا خاصة بعد أخبار عن إصابة غيبه على الحصص التدريبية الأخيرة في المقابل حالة أهب قصوى في صفوف المتخب الفرنسي بسبب العدوى بالأنفلوانزا بين الملعبية واللي تثبت في غيب كل من رابيو أوبامي كانو كينغي سلي كومان عن مقابلة دومي فينال واللي جعل الإطار التبلي المتخب يتخذ أجراء اتصارما من أجل تفادي انتشار العدوى بين بقية الملعبية قبل مواجهة الفنال ضد الأرجنتين في نفس الإطار مقابلة الفنال بيش يكون فيها تحدي شخصي بين النجمال فرنسي كيليان بابي وزميله في البي اي جي النجمال أرجنتيني ليونيل ميسي اللي يواصل المنافسة على جائزة أفضل هداف في النسخة الحالية من مونديال قطر خاصة أنه ميسي ومبابي يتساويوا حاليا في عدد الأهداف برسيد خمسة أهداف لكل واحد منهما محليا وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكورت القدم من هالربعة تتلعب مقابلات مؤجلة من جولتين تذهب لحساب المجموعة الأولى مباراة الكلاسيكو بشتجمع بين لتوال والسياسي زفر الحكم نعيم حسني الملعب التونسي يستضيف ترجل يدي تونسي في درب العاصمة الصغير بإدارة الحكم عامر شوشان ولحساب المجموعة الثانية مباراة وحيدة تجمع بين النادي الأفريقي ومستقبل اسليمان بإدارة الحكم نصر للجوة في الربط المحترفة الثانية وبالنسبة لتعينات حكام الجولة ثامنة ذهاب اللي بشتتلعب أيام 20-21 ديسمبر الحالي في المجموعة لولا نهار 23 ديسمبر ماضي ساعتين في ملعب عبد العزيزة شتيوي بالمرسة مباراة مستقبل المرسة مع الشبيبة القيروانية تحكيم أمير لصيف النجم الراتسي وجه مستقبل ودليل بإدارة الحكم حسين بولعرأس نظال الطيف حكم المباراة النادي اللي قربي مع مستقبل لقابس جندوبة رياضية تستضيف مستقبل محمدية تحكيم أسامة شريت أسامة رزقالة حكم لمواجهة أمل الرقبة بتطوين مع أمل جرباء أولمبيك مدنين يستضيف نادي بمبلا بتحكيم خالد قويدر ولحساب المجموعة الثانية مباراة واحدة نهارة لثا باش تجمع بينه للمساكن والترجل جريسي تحكيم محمد الفنية نكمل مع الرابط المحترفة الثانية والدفعة الثانية من مواجهة الجولة هذية باش تتلعب منها لربعة واحدة عشرين ديسمبر كيف كيف ماضي ساعتين القلعة الرياضية مع سبورتينغ بن عروس بإدارة الحكم وليد العوني أحمد الذوادي زفر مباراة مكيرم المهدية مع قاوف القافسة سبورتينغ المكنيني يستضيف شبيب العمران تحكيم سوفيا نكتايت فرج عبدالله ويحكم لمواجهة الملعب اللاقيبسي مع نادي حمام لنف وجمعية جربة تستضيف الملعب السفيقسي تحكيم محمد علي قروية نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كورة اللايد الجامعة التنصية نشرت بلاغ على صفحتها الرسمية بالفيسبوك دعت فيها الأندية المنخرطة لحضول فعاليات الجلسة العامة الخرقى للعادة اللي بشتنعقد أيام ثلاثة عشرين واربعة عشرين ديسمبر الحالي وبشكون مخصة لعرض مقترحات المكتب الجامعي لكورة اليد مع المسادقة على تنقيح بعض فصول القانون الأساسي والقوانين العامة نختمو نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساعد الرياضة في تعزيز ليقة القلب والأوعية الدموية بالإضافة للحد من الأمراض الصدرية مع تعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض النفسية هذا كل ما عنا في ليف سبور أجمل تحيات سيدة رابل سي ونتقابله في مواعيد رياضية قادمة